موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين كل سنة وحضراتكم طيبين إحنا النهاردة في الأحد الرابع من الصوم المقدس المعروف بأحد السمرية أو أحد النص وحنقرم مع بعض جزء من إيل النهاردة في يحنى أربعة ترك يسوع اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل وكان لابد له أن يكتاز السامرة فأتى إلى بدينة من السامرة يقال لها صخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه وكانت هناك بئر يعقوب فإس كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر وكان نحو الساعة السادسة فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماءا قال لها يسوع اعطني لأشرب لأن تلميزه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما قالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية لأن اليهود لا يعاملون السامرين أجاب يسوع قال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني لأشرب لطلبتي أنت منه فأعطاك ماءا حيا قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة من أين لك الماء الحي ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشي أجاب يسوع قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعتش أيضا ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعتش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه ينبع ماء ينبع إلى حياة أبدية لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين أرجع مع عدرتكم أحد الصوم الكبير الحد الأول حد الكنوز حد الثاني حد التجربة حد الثالث حد الإبن الضال حد الرابع اللي هو النهاردة حد السامرية أو حد النص الحد الخامس المفلوج الحد السادس المولود أعمى الحد السابع حد الزعف أو الشعنين في السبع أحاد دول حنلاقي أربع شخصيات أربع شخصيات في السبع أسابيع وكنيستنا الملهمة بالروح القدس عايزة تقول لكل واحد فينا حاجة على فم هذه الشخصيات الأربعة أتخيل كده أن الإبن الضال بيقول لي وبيقول كل واحد مهما كانت بشاعة خطيطك اللي عملتها بكامل إرادتك فحقق أبيك السماوي ما تخافش لا تخجل لا تتردد لا تؤجل ارجع لأبوك السماوي هو واقف ينتظرك هيحضنك حيردك إلى ردبتك الأولى هو محضر لك الحلة الأولى والخاتم والحزاء والعجل المسمن أتخيل أن المرأة الساميرية النهاردة بتقول كل واحد فينا وبتقول لي مهما كان تكرار خطيتك حتى وكرتها أربع مرات وخمسة أو حتى مئة مرة حتى لو صرتك أنك عبد لهذه الخطية لا تخجل لا تتردد الله ينتظرك جالك بخصوص ينتظرك عند البير سوف يخفر لك ويعطيك ماء حياة فلا تعتش أبدا إلى الأبد وتخيل أيضا أن الراجل المفلوج بيقول لي مهما كانت مدة خطيتك حتى لو كان لك 38 سنة في الخطية حتى لو عمرك كله في الخطية لا تيأس فقط قل أريد يا سيد أن أبرأ وسيد المسيح سيقوم بالباقي كله سوف يشفي جسدك ونفسك وروحك ويجدد مثل النسر شبابك أتخيل أيضا أن الراجل المولود أعمى بيقول لي حتى لو خطيتك وصلتك للعمل روحي حتى لو خطيتك شوهت خلقتك حتى لو الخطية خلتك زي الشحتين نادي عليه جواك هو يسمع أنات القلب هو قادر يخلقك من جديد قادر ينور عينيك وبصرتك عشان تقول كنت أعمى والآن أبصر كنستنا جميلة ووعية وكنيسة مرشدة بالروح القدس وبتعلمنا التوبة كيف تكون وبتمسك إيدينا وبتمشي بينا من أسبوع أسبوع من الأرض للسماء الصوم الكبير هو موسم التوبة والتوبة هي باب السماء رسالة الكنيسة لينا في الصوم الكبير بتقوله كل واحد فينا تعالى إلى السيد المسيح هو في انتظارك تعالى مهما كانت أدناسك سوف يغسلها تعالى مهما كانت خطياك سوف يطهرها تعالى مهما كانت أثامك هو لا يعود يذكرها تعالى مهما كان حالك سيجدد كالنسر شبابك السيد المسيح بيقول لكل واحد فينا هأنا واقف على الباب وأقرع أنا في انتظارك لن أيأس من عودتك حقيقة الصوم الكبير هو موسم التوبة يبدأ القطمارس يبدأ القطمارس بتاع الصوم الكبير بسبت الرفاع إنجيل سبت الرفاع من لوقة 13 يقول كده إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون وينتهي الصوم مجمعة الكبيرة بتوبة اللص الطباوي قال له أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له اليوم تكون معي في الفردوس هو موسم التوبة ينتهي بفتح الفردوس وفتح الملكوت والسد المسيح بدأ خدمته بالمناداء توبه قد اقترب منكم ملكوت السماء كأن التوبة والملكوت هما وجهان لعملة واحدة وزي ما قال الأباء الذي يعتقد أن هناك باب آخر للسماء غير التوبة هو مخدوع من الشطان هكلمكم النهاردة عن السامرية كلمكم عن السامرة واتكلم عن سيد المسيح النهاردة في هذه القصة أبدأ بالسامرية هذه الإنسانة نعتبرها هي رائدة التائبين والمبشرين هذه الإنسانة خلصت وخلصت مدينة كاملة لم نسمع أن القديس بطرس خلص مدينة كاملة لم نسمع أن القديس يحنى خلص مدينة كاملة هذه الإنسانة خلصت وخلصت مدينة كاملة هذه الإنسانة تمهد لموكب الخطاه المكروهين هذه الإنسانة كانت مكروهة من السامريين لكن السيد المسيح جاء لأجل المكروهين والمنبوزين هانتها كانت هذه المرأة مكروهة ولكن السيد المسيح أحبها ليتم فيها قول أشعية قول هوشع النبي اللي قال سأدعو التي ليست محبوبة محبوبة هوشع 2 ورمية 9 هذه الإنسانة كانت مكروهة ومنبوزة وسد المسيح أحبها ليتم فيها ما قال هوشع النبي سأدعو التي ليست محبوبة محبوبة لكي يتم في شعب السامرة قول هوشع النبي سأدعو الذي ليس شعبي شعبي هذه الإنسانة أيضا مش بس هي رائدة التائبين المبشرين وهذه الإنسانة أيضا شطرة إذا كنا الحد اللي فات قلنا على الإبن الضال أنه ابن شاطر وقلنا ثلاث أسباب لأنه شاطر الإبن الضال شاطر لأنه لم ييقس من حاله رغم سوء حاله شاطر لأنه لم يؤجل الآن أقوم ونفذ شاطر أيضا لأنه لم يلقي اللوم على الآخرين لعلى أبوه وعلى أخوه إنه ما قال أخطأت يا بتا هذه الإنسانة أيضا شطرة شطرة لأنها ما كذبتش ما كذبتش شطرة لأنها لم تؤجل تابت فورا وتركت الجرة وجريت نمرة ثلاثة شطرة لأنها أدركت إن اللي يأكل لوحده يزور واللي يشرب لوحده يزور لما داقت الماء الحي راحت تجري قال لهم تعالوا شوفوا واحد قال لي كل اللي عملته لعله يكون هو المسية زوقوا وانظروا مقاطية بالرب سانة دي شطرة لم تجذب لم تؤجل ما كالتش لوحديها إنها مراحت تشرب كل الناس أيضا هذه الإنسانة كانت ميتة فعاشت كانت ميتة بسببين ميتة بالخطية وبالتنعم ميتة بالخطية خطية طرحت كسرين جرحة وكل قتلها أقوياء والحد اللي فات الأب قال ابني هذا كان ميتا ميتا بالخطية الست دي كانت ميتة بالخطية ميتة أيضا بالتنعم المتنعمة ماتت وهي حية سيد المسيح أحياها وأقمها نقول كده في وشية الإنجيل هو حياتنا كلنا وقيمتنا كلنا سيد المسيح هو حياتها أحياها جسديا بالماء الحي أحياها روحيا بالتوبة أحياها أدبيا صارت ابنة لله وأحياها أبدية صار لها الحياة الأبدية هذه الإنسانة ينطبق عليها الطلبة في الأداس الغرغوري اللي أبوني يقولي الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك مؤمنوك عدهم مع شهدائك التاريخ يذكر لنا أن هذه الإنسانة مش بس تابت مش بس كرزت وأيضا استشهدت هي وأولدها فهي التائبة والكارزة وأيضا إيه شهيدة الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك مؤمنوك عدهم مع شهداء مش كل الناس بتتلامس مع المسيح في ناس به وكنيسة بس من غير ما يتلامسوا هذه الإنسانة في لقاء واحد تلامست مع السيد المسيح فتابت وارتوت ثم فاضت تابت اتغيرت حياتها ولم تعد للخطيئة مرة أخرى ارتوت فتركت الجرة ثم فاضت وبدأت تروحنا تعالوا اشربوا من الحي زي ما أنا دقت أنا أعتقد أن كل إنسان فينا مفروض يعيش الثلاث حاجات ده كل يوم التوبة الارتواء الخدمة دي حياة إيه نفتكر أن التوبة مرحلة وانتهت لأ غصي مسأل إيه لربنا قال له رب أنا توبت مرة واحدة لكن لما عرفت المعنى الحقيقي للتوبة إني أتوب كل يوم عمرنا ما سمعنا عن قديس قال أنا اكتست مرحلة التوبة كل إنسان فينا يوميا لابد أن يعيش حياة التوبة حياة الارتواء وحياة الخدمة قصة هذه الإنسانة تدينا رجاءة أن التوبة تحول الخطاء إلى قديسين وتحول الزنا إلى بتوليين وتجلي النوراني الذي اعتلاه الصدق القديس إيسيزيروس معلم الأنبى موسى التائب أنبى موسى القوي بقول لربنا إيه تباركت يا الله أنت مش بس بتقبل توبة التائب ده أنت بتعتبر التائب أفضل من الذي قضى العمر كله في رضاك شفت الامتياز والقديس زهبي الفم بيقول إذا كانت الخطية هي أكبر كرسة في تاريخ البشرية بسببها فقدنا البنو وفقدنا كل شيء إذن التوبة هي أعظم نعمة في تاريخ البشرية لأنه كل ما فقدناه بالخطية نسترده بالتوبة لشان كده الشيطان يكره جدا التوبة أكلمكم أيضا عن السامرة بقى كمدينة أديكم نفذة تاريخية عن السامرة كلنا عارفين أول أن شعب اليهود كان مملكة واحدة أيام شاول الملك وداود الملك وسليمان الملك كانوا مملكة واحدة عاصمتها أرشلي لما جيه رحب عام ابن سليمان وتعامل مع الناس بعنف وقال لهم أبو يقدبكم بالصياط يعني بالكرباج أنا هقدبكم بالعقارب فانفصل عنه عشرة أصباط وانقسمت الدولة لدولتين دولة يهوزة فيها سبتين وعاصمتها أرشليم اللي فيها هيكل سليمان ودا ملكها رحب عام ابن سليمان حفيد داود بقية الأصباط العشرة انفصلوا وكوينوا دولة اسمها دولة إسرائيل وعاصمتها الأول كان اسمها شاكيم تحت رئاسة ملك اسمه يارب عام دا أول انقسامها كانت العاصمة بتاعته اسمها شاكيم جه يارب عام ابن نباط عمل حاجة خطيرة جدا عمل أجلين دعلين من الدهب قال لهم دي أليهاتنا دي احنا عن عبد ربنا نفشاكيم بمكر شديد هو فكر قال لو شعبي رح أرشليم يعبد ربنا هيحنه تاني لأرشليم هيحنه تاني لرح بعام حفيد داود قال لا أنا خليم يعبده ربنا ايه هنا فعملوهم بعالين قال نعبد ربنا هنا دي أليهتنا وخلي بالكم لغاية النهاردة دي خطة الشيطان يبعدني الأول عن المكان سمه بعد كده يبعدني عن ايه عن رب المكان يجي يبعدني عن الكنيسة كمكان يشغني عن الكنيسة مشغول أول يشوف اللي في الكنيسة بيعمله ايه أو يخليني أعصر في حاجة أبعد عن الكنيسة دي أول خطر أول مبعد عن الكنيسة كمكان يبدأ يبعدني عن ربنا كإله هو دا اللي عمله ياربع عام قال لهم هنعبد هنا دول اللي قاليها بتاعتنا دي أول مرحلة شاكيم وبعلين جي بعد دي واحد اسمه أخاب ابن عمري دا اللي بنى السامرة وخلى السامرة هي عاصمة مملكة إسرائيل وبنى فيها مزبح للبع ثم سقطت السامرة في يد الأشوريين فالأشوريين عملوا ايه خدوا في الأسر الأقوياء أسر عنده وسابوا في السامرة الناس الضعفاء البسطاء المرضى وجابوا لفيف من الأمم الوسانيين وسكنوهم في السامرة فاختلط أهل السامرة الأصليين بالوسانيين فصار لهم ديانة نصف وسانية ديانة ملوثة بالوسانية لأجل هذا كان اليهود في أورشاليم بيحتقروا السامريين ومش بتعاملوا معاهم ورفضوا إن السامريين يشتركوا معاهم في ترميم الهيكل ثم جيه بعد كده واحد اسمه سنبلط الحروني وبنى هيكل للسامريين في السامرة في جبل اسمه جبل جرزيم ممكن هو ده الجبل اللي هذه المرأة بتقول عليه جبل مقدس بالرغم إن الهيكل أيام المسيح بتاعهم كانت هد سنة 128 قبل الميلاد هريكانوس هد المعبد بتاع السامريين لكن فضل الجبل ده جبل إيه جبل مقدس ده تاريخ السامرة روحيا بقى السامرة تشير للديانة السليمة لكنها ملوسة السامرة تشبه البعض مننا إنسان يعرف ربنا الحقيقي لكن له أليها أخرى أمامه يعني هو مش وسني هو مش ملحد هو مش كافر لا هو يعرف إن فيه ربنا وبيحاول يعرف ربنا بس له أليها أخرى قد يكون المال قد يكون الجسد قد يكون الزات قد يكون جهاز من الأجهزة ديانة ملوسة آسف التعبير أو يشبه إنسان عايز يمسك العصايا من لص بيساوم ربنا بص يا رب أنا حدفع العشور بس مش حصوم بيساوم بيمسك العصايا من نص يا رب أنا حصوم بس يسيب لي الخطير فرنا أنا بحبها مش عايز أبطلها وهكذا حقيقة السامرة النهاردة بتقول لنا الله لا يقبل العرج بين الفرقتين العرج بين الفرقتين الله يرفضه إن كان الله هو الله فاعبدوه إذا كان البعلي فاعبدوه لكن العرج بين الفرقتين ومساومة ربنا ومسك العصايا من نص سياسة لا الله لا يقبل أتكلمكم النهاردة أيضا عن سيد المسيح سيد المسيح النهاردة دبر هذا اللقاء رغم أن يبدو أنه عفويا لكن ده مدبر سيد المسيح دبر أن هذا اللقاء يكون الساعة 12 الظهر السادسة في التوقيت اليهود ليه 12 الظهر وده نفس التوقيت من لقاء النهاردة ولقاء الصليب يوم الجمعة كبيرة في الحالتين كان الساعة 12 الظهر في الحالتين المسيح كان تعبان هنا كان تعبان وقاعد على المير في الحالتين المسيح كان عطشان في الحالتين التلاميذ تركوه في الحالتين هناك قلوب مستعدة وفي الحالتين انتهت الحالتين بالتوبة وبالخلاص فده لقاء مدبر من السيد المسيح السيد المسيح في هذا اللقاء هو محاور بارع حوار رائع وغرض الحوار هو العلاج مش حوار للحوار وخلاص لقاء حواري علاجي حتى شفيت هذه الإنسانة وصارت تائبة وكارزة وشهيدة وشفيعة نتعلم السيد المسيح النهاردة إزاي نختار الكلمات المريحة اللي تريح النفوس الجريحة كلمة حلوة تفرق السيد المسيح هو خالق جبلتنا يعرف النفس البشرية تماما يعرف مداخلها ومخارجها وزي يمس النفس البشرية بمشرته الحنين في نقطة الضعف بس بدون ألم وبدون سفك دم يعمل أصغر فتحة كأنه جراح شغر بالليزر أو بالمنزار نقطة فتحة صغرنانة كده السيد دي شفيت في الحال محتاجتش فترة نقاها ربين يسوع المسيح هو طبيب نفسنا وأجسدنا وأروحنا لحظوا إن سيد المسيح راح لها لغاية البير ما استناش تيجي طب ليه؟ لأن سيد المسيح عارف إن الخطية دي بالذات خطية الجسد وخطية عدم الطهارة بتربط الإنسان بتربطه بيبقى مربوط مكبل فرح لها طب ليه ما رح لهاش البيت؟ لأنها تقدر تروح البير عارفين الست دي لو كانش بتقدر تروح كان رح لها البيت السيد المسيح بيدي دايما الإنسان دور لازم يدي له دور الست دي تقدر تروح البير أنا حروح لها البير المفلوج لحد الجاي إن شاء الله الرجل ده ما يقدرش يتحرك رح له مطرح ما هو إيه؟ موجود دي طريقة سيد المسيح سيد المسيح يستطيع أن يقوم بالعمل كله لكنه لا يقوم بالعمل كله لازم فيه دور فاكرين مثلا لما طلبوا من بطرس جزية السيد المسيح كان ممكن يدي له جزية خد ادفع لا قال له تعرف تستاد طب روح استاد استاد سمكة أنا حطي لك بقى في فم السمكة حطي لك استار أخدين بالكم وهكذا في معجزة إقامة العازر هو يقيم العازر بس أنتو ده راجل حجر تاني استاد المسيح راح لها البير لأن تقدر تروح البير أحب أقول كمان حاجة مهمة أوي إن استاد المسيح النهاردة بيعلمنا حاجة حلو أوي أول من بدأ بدأ الحوار بحاجة تهمها هي مش تهم هو هو رايح من أجل توبتها لو أول ما قال لها توبي ما أعتقدش كانت تابت الست دي أنا أعتقد إن عشرات قبل كده قالولها توبي ما تابتش هم رايحين يقولولها اللي هم عايزين يقولوه اللي عايز يفتح حوار ويفتح حديث واللي قدامك يقبله ابدأ بحاجة هو بيحبها هو بيفهم فيها الست دي كل حطها الماء كل يوم بتيجي تشرب ماء وتسقي ماء قال لها ديني أشرب أتخيل كده لو الست دي فردا كانت تشيلة مشان نتعيش كان لها ديني رعيف آكل ده فاتح جيد للحوار حاجة تهمها هي أقول لكم مثلا بسيط كده رزيز أي حد عندنا في القرية بتاعتنا بيصد سمك بالصنارة بيعمل إيه؟ بيحط طعم في الصنارة الطعم ده عادة في القرية جزء من دودة طيب لو الصياد ما بيحبش الدود والصياد بيحب الشوكولاتة وحط في الصنارة الشوكولاتة هيصطاد إيه؟ ولا حاجة لما تحب تصطاد السمكة حط الحاجة اللي بتحبها السمكة خدتوا بالكم الست دي همها المية نكلمها عن المية خدتوا بالكم ده كلام مهم ساد المسيح أيضاً اداها شعور بالأهمية اداها دور اديني أشرب أنا محتاجك كتير من المهمشين حاسسوا إنه بلا دور بلا قيمة بلا معنى يديله معنى يديله دور يجي شاب أول مرة الكنيسة لما يقابله خادم واعي ويسلم عليه ويقابله بترحاب ويديله دور بس الولد ده بقى معانا على طول طب ما دورش دور حسنه بلا دور مهمش الساد المسيح اداها دور وادداها أهمية بعد كده بدأ المسيح لو المجد يشوقها لما هو أفضل لو علمتي عطية طالله اديتك أنا مية مية حية شوقها لما هو أفضل الساد المسيح كمان من محبته يلتمس الأعذار لا لو علمتي أنت ما تعرفيش معزورة هو كده طول عمره على الصليب قال كده يا أبتاء اخفر لهم لا يعلمون ماذا يفعلون هل كشعب من عدم نعرفه الساد المسيح بيلتمس الأعذار عايزين نتعلم برضو كده إزاي نلتمس الأعذار محبة تلتمس الأعذار الساد المسيح أيضا لا يدين ولا يضغط ولا يجرح ولا يحرج أبدا قالوك عبارة جميلة أنا بحبها الغريء لا يعالج بالتوبيخ الغريء الأول نريميله طوء النجاة وبعد من نجيه نعلمه زي عوم مش نوبخه الغريء لا يعالج بالتوبيخ نريميله الأول طوء النجاة بعد كده نعلمه إيه لما يهدأ الزي عوم ساد المسيح في مرقص أربعة كان في السفينة نايم وحصن نوء وريح والمركب حتغرق فالتلاميز نزعجه فسحه بسرعة إلحى قال ألا يهمك هلكنا الرب يصعه الأول عمل إيه هدى الريح أزال سبب ما خوفهم بعد كده عتبهم بإحنوه فين إيمانكم مش كده لو ابني خايف من حاجة ومنزعج جدا ما تعدبوش الخوف مش بزرار الأول زيل سبب خوفه وبعد كده علمه إزاي يتعامل مع هذه المشاعر سال مسيح النهاردة بيعلمنا إزاي الأول نعالج قال كده النعمة والحق بيسوع المسيح صارة النعمة الأول والعلاج الأول هو عالجها الأول وكسبها الأول بعد كده إيه يعلمها حاجة مهمة كمان إن سيد المسيح معلم إيجابي لا يقف عند السلبيات ما لاش عيبك كذا تكلم في الإيجابية الحد الجاي إن شاء الله حد المفلوج أعمى أسو أسو حد المفلوج سيد المسيح كلمه عن الشفاء قال لأ تريد أن تبرأ ما تكلموش عن المرض إحنا ساعة نقع في الغلطة نروح للعيان نكلم عن المرض دع لما تزور عيان ما تكلموش عن المرض كلموا عن نعمة ربنا والشفاء وإن ربنا قادر يشفي سيد المسيح مع زكة ما تكلموش عن خطيته قال له النهاردة حكون عندك أنا حابت عندك حصل خلاص لأهل هذا البيت سيد المسيح مع الشاب الغني ما قالوش عيبك كذا بصله أحبه وإن روح بقى إيه إدي الفقرة نعلم إزاي نكون إيجابيين ما نقفش عند السلبيات سيد المسيح بعد كده كشف لها أن هذا الماء ما يرويش تفاهد عطايا العالم بعد كده لمس الجرح من غير أسف ما يفقع الجرح يفقع الدمل ساعة أنا كخادم أبقى عندي فلان عنده مشكلة البيت ده فيه مشكلة أروح أذرهم أول ما أخش أروح أرامل قم بلا قلهم ابنكم كذا هيرفضوني سيد المسيح مش بيفقع الدمل مش بيرمي قنابل بيلمس بحنو بعد كده بقى الدمل يتفتح النهاردة يتفتح بكرة يتفتح قدامي قدام غيري هيتفتح من فضلكو يا خدام ويا أباقي بلاش نفقع الدمل بلاش نرمي قنابل بنعمل كده الناس بترفضنا سيد المسيح النهاردة بيعلمنا بنفقعش دمان بيلمس لمسح نينا والدم اللي هيتفتح بعد كده بعد كده بعد ما قال لها زوجك واختار كلمة رقيقة اللي ما عدا مش جزها سيختار كلمة مهزبة إزاي نختار كلمات رقيقة نريح بيها النفوس كلمة واحدة تفرق بعد كده يا سيد المسيح مدح الجزء الحلو في كلامها قالت كلمة مش كل حقيقة بس ما كذبتش المسيح المدحها درهم مديح ولا انطار توبيخ الشطار إحنا قوي في توبيخ الشطار قوي في الوعز صدقوني درهم مديح ولا انطار توبيخ لما تحب تغير ابنك اوصفه بما ليس فيه وشوف النتيجة ابنك مثلا مش بيساعدك في البيت خالص ساعدك مرة واحدة كل ما حد يخش من الضيوف أنا مبسوطة من فلان بيساعدني وشوف النتيجة صدقوني درهم مديح ولا انطار توبيخ بعد كده سيد المسيح بدأ يسمو بالحوار لو الكلام كله عن الميا والبير يبقى هي شدته تحت لو الخادم بدأ مع الشاب يتكلم عن الكورة الولد بيحب الكورة مش مانع نتكلم عن الكورة لكن لو الحديث كله في الكورة يبقى الولد هو اللي شد الخادم لا الخادم بيرتفع بالعيب الحديث فسد المسيح بدأ معها بالميا والبير والدلو لكن بدأ يرتفع كلهم عن الماء الحي عن السجود بالروح والحق يسمو بالحوار لأطلب مصل قال لها أنا هو وعرفت أنه هو السيد المسيح وتحولت إلى خدمة قال لها لو علمتي لطلبتي أنت ناس كتير لا تعرف عطايا الله ناس كتير حوالينا لا ترى ولا تعرف إلا الماء الراكد اللي ستة دي تعرفه اللي هي مفاهيم العالم ناس كتير حوالينا هيشتكون لربنا محدش عرفنا ياريد كنا عرفنا الستة دي زي ناس كتير لا تعرف إلا الماء الراكد اللي هو تعاليم العالم في ناس جوه الكنيسة لكنها لا تطلب زي الإبن الكبير الأسبوع اللي فات جوه ما طلبش يا بو يا عمرك مدتني جدي يا حبيبي هونت طلبت اطلب اطلب وتجده في ناس جوه بس مش بتطلب في ناس إذا طلبت مش بتشرب في ناس إذا شربت لا تعود تشرب كان كلمة ربنا بالنسبة لها غرغرة فمش بتروي حقيقة كلام عن السامرية كلام جميل قوي الستة دي النهاردة بتدينا رجاء بتقول لي مهما كانت خطيتك مهما بشعتها مهما اسمها مهما مدتها هناك رجاء التوبة تحول خطاء لقدسين وتحول الزناء لبتليين وحوالة السامرية من امرأة خطيئة عطشانة إلى تائبة وكرزة وشهيدة وشفيعة بركة هذه القديسة تكون معانا كل سنة وإحنا طيبين والأهم كل سنة وإحنا طيبين لإلهنا كل مجده كرامة إلى الأبد أمين